موسيقى السلام عليكم من المقرر أن تفتح محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء لأول مرة قاضية إنهاء حياة الشاب جمال بن سماعيل بمنطقة لا ربع نيثيراثا بولاية زيوزو لمحاكمة المتهمين الموقوفين أمام تشكيل قضائية تأضم ثلاث قضاة وأربع محلفين وقضاة شعبيين وحسب ما أفدته مصادر محلية فإن القضية برمجت بتاريخ 19 جوليا المقبلة لتعقد محاكمة علنية في جلسة خاصة ضمن الجدول التكميل الاستثنائي والذي ضم هذه القضية فقط والتي تم إحالتها مؤخرا من طرف غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة ومن المقرر أن يمثل أمام هيئة المحكمة حوالي ثلاثمائة متهمة منهم من يتواجد بالمؤسسة العقبية بالقليعة لمواجهة تهم ثقيلة تتعلق بجناية القيام بأفعال معادية تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي عن طريق بث الراف في أوسات سكان وخلق جو من انعدام الأمن من خلال الاعتداء المعنوي والجسدي على الأشخاص ترجمة نانسي قنقر